تظهر المئات من المواطنين العربة في الأحواز احتجاجاً على ما قالوا إنها رسائل عنصرية بتها تلفزيون الرسم الإيراني وقال المتظهرون أن الاحتجاجات جاءت للتنديد ببرنامجين تلفزيونين موسيئين يظهر في أحدهما أربعة أشخاص بزي عربي ساخر كما تضمن البرنامج الآخر وهو برنامج القبع الحمراء تضمن عرض خريطة إيران دون الإشارة إلى الوجود العربي في الأحواز كما عرضت دميا بزي القومية اللورية وهي القومية التي نقل أصحابها إلى الأحواز بهدف تغيير التركيب السكانية خلال العقود الماضية قد لا يعرف الكثيرون أن الأنهار والروافد التي لطال ما اشتكى العراقيون من قطعها عنهم من قبل إيران لم تقطع عن العراق فحسب بل قطعت عن كل محافظة كوزستان المجاورة للبلاد والتي يعرفها أهلها باسمها الأصلي الذي عمد النظام الإيراني على إخفائه وهو عربستان كجزء من جهود متصلة ومتواصلة منذ قرن لتغييب الهوية العربية الهوية الأكثر تهميشا وإقصاء ومعاناة بين كل قوميات إيران منذ استلائها على الإمارة المستقلة في عشرينيات القرن الماضي الإقليم يشهد صراع ثقافي مستمر لمحو هويته الأصلية باعتباره وفق تاريخ رسمي مهد القومية الفارسية عبر الحضارة العلمية وهذا ما جعل سلطات تتجاهل العرب وتؤكد أن المحافظة مسكونة بقوميات أخرى صغيرة كالقشقاي والأفشار واللور مما أدى لاشتعال انتفاضة عارمة في معظم مدن المحافظة العربية الكبرى كالأحواز وعبادان والمحمرة وديزسفول وغيرها من المدن هذا واستخدمت الشرطة الإيرانية الغازة المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات المدنية والتي انطلقت تحت شعار أنا عربي الأمر الذي دعا حتى المحسوبين على النظام مثل آية الله عباس الكعبي وغيره من رجال الدين العرب في المحافظة دعاهم إلى التضامن مع المتظاهرين ومطالبة السلطات بالاستجابة لمطالبهم اشتركوا في القناة